فرصة مفتوحة فرصة مفتوحة للجميع تفضل السلام عليكم دار نوهين بس في خطابكم ده يعني ممكن تخلوا أسلوب الأسلوب دار نوهي بس في خطابكم ده أسلوب الشتم ده ممكن تغيروا شوية لأنه يعني اتو في خطابكم ده عقب عقب يا داير أقول لي أنه اتو في حياة القلتو كله صح لكن شنوه أسلوب الشتم اللي قلتو يقول له دا يعني ما عاجب نشيء ممكن بس غيره ما أكثر من هذا هو جمع الأصل في السب والشتم أنه لا يجز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده لكن يبقى معنا في الحديث قال من سلم من المسلمون دا قلت عليه تخطين ولا يمكن أنا بنا غشلي في زول يقول ما في إله في الكون زي واحد دا خلينا في جامعة الخرطوم في شهر علمين قبل سنوات شيوعي جبهة ديمقراطية لابس إديري في الصيف لاحظ لابس إديري ودخلينا في الركن كنت بتكلم فقلت لا الله في ولا ما في قال والله يا زمان طبعا ندري فيه ودور قلت لا لا ما زمان الله في ولا ما في والله أنتو قلت لحنا كعبين جدا الله في ولا ما في ما الله في ولا ما في دا ما سؤال واضح ما بيحتاج لأي لفو دوران السعودية وجبت ريالات حولنا دولارات الله في ولا ما في لما نزنا كده قال والله يا زمان قالوا لنا الله ودين وغرآن وكل ماسورة ساكت في ناس زي ده ما مسلم ده مسلم يا جماعة زي اللي يقول الله والإسلام والقرآن ماسورة ساكت ده مسلم ده ما عنده زرب تحت إسلام ده كافر فالحديث قال من سلم المسلمون من لسان ويدي وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ده الأصل لكن أحيانا حتى المسلم العاصي ذاته أحيانا يجوز سبه أحيانا وليس دائما والدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنه حديث صحيح من تعزى بعزاء الجاهلية عند معاني من معانيها إنه دعا إلى دين المشركين ودين أهل الجاهلية النبي عليه الصلاة والسلام قال فأعضوه بهن أبيه وما هو الهن هو الذكر قال ولا تكنه ذا كلم النبي عليه الصلاة والسلام القال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فإذا نسب كله ممنوع لما ممنوع إذا كان في محله بجوز إذا غير محله يبقى فسوق وصاحبه فاسق دا المعنى ونحن نصيحتك نقبله ونحمل المحمل الحسن إنه إذا استخدمنا أي كلمة شدة ولفظي بتاع شدة في غير محله دا ممنوع كان قلنا نحن ديل ولا قالوا غيرنا نصيحتك إذا كانت بهذا المعنى على العين والرأس أجزاك الله خير وبارك الله فيك فضل السلام عليكم أنا ما عندي اعتراض والله هنا بزال دا استفسر من الشيخ في مثلا ناس من الصوفية عندنا في البلد بيستندوا على حديث إنه الحديث بتاع أصنعوا لألي حفر طعامهم فلهم اليوم ما يشغلهم هل دا إنه استناد على إنه يعني في الوفا يقوموا ويجبوا العواميد ويجبوا ويعملوا فراش الكلام دا هل من السنة صحيح يزاك الله خير وهو من النياحة كما قال جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة والنياحة من الكبائر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أموري الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاسسقاء بالنجوم والنياحة والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران كأن الرصاص المزاب من نار جهنم إلى بسولها دي نائحة ودرع من جرب وقال عليه الصلاة والسلام ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة النياحة كفر ومن الكبائر الاجتماع في بيت العزة ده من النياحة كما قال الصحابة رضوان الله عليهم قبل قليل في حديث جريب من عبدالله البجلي أما يصنعوا لآل جعفر طعاما لاحظين أن النبي قال لآل جعفر وآل جعفر دين لما مات جعفر ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع قال فإنه قد أتاهم ما يشغلهم الحزن بموت أبوهم ده رضي الله عن الجميع ما بيقدر يعملوا أكل لنفسهم قال للجيران أو الأقارب جيبوا لهم هما أكل الليلة البحصة شنو هما أهل الميت الليلة هما اللي بيصنعوا الطعام للناس ويمشوا يدينوا من الدكاكين قروش وشوي الفحم ويطبحوا الخرفان وينشغلوا عن الميت ذاته والترحم عليهم تلقى جارين يا ولد جيب طاولتين عيش يا ولد جيب عشرة لأحتلج والجماعة قادين شعبيين قادين في الصيوان يتونسوا والله شيخ حسن مات إن شاء الله يموت مئة مرة كلب هرفت كلامي؟ والله طبعا يعني الإمبريالية الصيونية دي الجماعة السرورية ناس عبد الحيوسف وفي قوم بهنا قاعد دي الناس الصادق المهدي جلاليب مقلبة ما راك بعدها لذاته السيد قال السندكالية إذا بسقت من الرندكالية فإنها تنتجة ديمقراطية ودك مات مات وده البهنة بتونسوا في المريخ كورونجو ورقبته زاغت وده البهنة ما في حال ما في ذاته واحد مترحم على الميت ويا ولد عليك الله وده كمان جماعة بتعنا اللغف جماعة بتعنا اللغف ده لأظنهم تبعيل للتحدي مراط عليك اللذي السكر أعمل اتنين أعمل كوبايتين على كله كوباية تلاتة معالك سكر يضرب وقاعدين ما في ذاته بشغلة بميت ودهك فاتح جريد تدار عتود كورا عمرقة بر وما عارب شنو كل كلام فارغ صحي وينو الميت وينو أصنعوا لآل جعفر طعاما هم ده الجغم وطعام آل جعفر زاته ناس الليلة ديل أكلوا تشت ده لحاصل أما دينا الصوفية إن الصوفية هم اللي بيستدلوا بالحاجات الصوفية ما أصلا بتعميتات بتعميتات أصلا وبعدين دي ما مشكلتنا الوحيدة مع الصوفية كان دي كان تكون أهوا معنا من الكبائر لكن في أكبر الكبائر الإشراك بالله عند الصوفية جميع الطرق التجاني قال عندي صلاة الفاتح أفضل من القرآن من كلام الله بستة ألف مرة شفتها كيف؟ المرغني ده بتاع الاتحاد دمغراطي قال شيخ العدروس بنى السماء ما قال الله قال أنا عرشها والكرسي وأنا أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نهر الجحيم يأطفيها ذاته ده التحاد دمغراطي عرفت كلامي؟ ده شيخهم أبوما الشيخ السمهني البرهي البرهي قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد جوابي الشيخ قال مساحة حس سيدة بيجوز؟ مساحة وقال لا كوني ذكرا قال فقلبت ذكرا من حينها كانت انتهت قلب الدكر ده كفر شغل الصوفية ده كفر بالله عز وجل خليك من الموضوع ده عندهم حاجات أعظم من كده الصوفية ورصة مفتوحة أضل السلام عليكم أنا عارف رجال أنساء رسلنا دل بتكلموا عن الحقيقة وينس بتكلموا عن الحقيقة وما وجب ناغش الناس إلا حاجة في القرآن يعني حاجة مكتوب حاجة قاله ربنا ويس لكن في الحاجات قاله ربنا ذاته على الناس ده حاجات يعني خاص بالله إنه ربنا له حق يعني هو يقول حاجة ده ليسنو للبشر لأنه هو خلق البشر لكن حتى يعني أشياء قال الله للإنسان هم بيقوا بيستخدموا في شنو في الإنسان هو لما يتكلم في كلام ده يقول كلام ده للإنسان هو بحيل شنو في المعنى ده في الكلام ده بحيل بخد شنو مع الربنا زي شنو مثلا زي أسف مسلا بقول شنو إنت ما قرأت كتاب يا كلب إنت ما أمت كده يا حمار كويس طيب هو بقول الكلام لأنه أصلا كلام ده مكتوب شنو في القرآن لأنه كان شنو في آية كده يعني في القرآن إنه من شنو كده ما أعرف فمصل له فمصل له ما قلق إنت لو ما عملت كلام ده يتكلب وما قلق إنت لو ما عملت كلام ده إنت حمار فهو عندما يتكلم مع زول في عرض الواقعي لأنك مثلا مخالف يعني مثلا قانون بتاو او كلام دايه تماما عاو وبقول لك عديد بالمباشر انت يا كلب او انت يا حمر فكلام ده يجب يعني شنو كلام ده انا با اخترت بالكلام ده فشكرا طيب يا جماعة هو قال نحن لو قلنا يا كلب وكده قال بنخد نفسنا محا ربنا ربنا بيقول فمثلوا كمثل الكلب كمثل الحمار يحملوا اسفارة وهذه الآيات قال ربنا بيقول كده وما عين زول معين وما عين الناس او جهة معينة فانت بتقولوا ده وبتجتدلوا بالآيات دي مش كده كلامك كانوا بتخدتوا نفسكم محا ربنا هو كون ربنا قال كده معناة الكلام ده يجوز ده ده الاستدلال هنا لأنه ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول حاجة ما بتجوز غير جائزة فده الاستدلال كده بعدين ربنا ما قال لناس معينين كيف يعني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا اسفارا الحملوا التوراة دي المنو ناس معينين ولا ما معينين يعني ما في في الاخصى في الخيال يعني دي لليهود ناس معينين ربنا قال ما سلم كمثل الحمار دي الناس معينين فمثلوا كمثل الكلب تزول معين واحد بس قالوا اختلفوا اسمه قالوا اسمه بلعم ابن بعور او ابن بعوراء وبرضو كان من بني اسرائيل زمان فقالوا ربنا اده اسم الله الاعظم ويقال انه كان حافظ التوراة كلها عارف او قاريها يعني كلها الرجل لا وقالوا بعض الروايات ربنا ادهوا دعوتين مستجابات او دعوة مستجابة اغرب المال قالوا لا ادعو على موسى انه ربنا يهلك فدعى على موسى فرجعت الدعوة عليه ربنا قال فمثلوا كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث وفي بعض الروايات قالوا كان عنده دعوتين مستجابات بعض ما انسلخ من الكتاب وكفر بالله وكفر بالتوراة وكفر بنبي الله موسى الدعوتين المستجابات ربنا ابتلاهم ابتلا فيهم خلاص فعنده مرأة شهنة فقام دعى الله انها تبقى اجمل مرأة في الكون فبقت اجمل مرأة عانت لنفسها اجمل مرأة خلته مجد لراجل تاني فدعى عليها ان تصير حيوانا فانقلبت حيوان ففقد المرأة وفقدت دعوتين المستجابات ربنا قال فمثلوا كمثل الكلب المهم قصص كثيرة لكن خلاصته انه كفر بالله سبحانه وتعالى وحارب الدين ربنا قال كمثل الكلب وفي صحيح البخاري عمر بن الخطاب لما ابولوله المجوسي دا شيوعي بتاع زمان شارت له بطنه فعمر بن الخطاب قال قتلني الكلب اكلني الكلب يصحيح البخاري فدي دي الفاظ شرعية لكن في محلها في شنو يا جماعة في محلها زول ما يستخدمها في غير محلها دا الموضوع اذا انتصوا موضوعك موضوع الكلب وموضوع الحمر فدي جاوبنا لك عليهم وموجود الكلام دا في نصوص كثيرة في هذه اللي كثيرة نعم أظن السلام عليكم ورحمة الله جزاؤكم الله خيرا فيما تقدمونه وجعلوه الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله في آية بتقول الرحمن على العرش استوع هنا في اختلاف الصوفية اختلفوا مع السلفية الصوفية بقول لك من الكفر إنك تحدد مكان لله سبحانه وتعالى فالله موجود في كل مكان والسلفية حددوا مكان لله سبحانه وتعالى قالوا الرحمن على العرش استوع إن ربنا سبحانه وتعالى في السماء فعيارات توضح لنا الحتة دي ولو في عيات وحادث لو أمكن إن شاء الله طيب الرحمن على العرش استوى استوى قال السلف الصالح يعني على استوى يعني على وقال الله سبحانه وتعالى أيضا أأمنتم من في السماء أن يخسب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا الآيات فربنا قال عن نفسه أنه في السماء ومعنى في السماء ما معناة داخل مكان معين زي ما بفهم الصوفية لا وإنما في السماء يعني على السماء وليس داخلها لأن في في قوله تعالى أأمنتم من في السماء تأتي بمعنى على في القرآن قال تعالى فسيحوا في الأرض ما معنى تخشوا جوة الوطن قال تعالى فمشوا في مناكبها يعني على أطرافها ففي بمعنى على هنا وقال تعالى لأصلبنكم في جزوع النخل ما معناة جوة جزوع وإنما عليها في جزوع النخل يعني على جزوع النخل ففي بمعنى على وأصلا في اللغة العربية أصلا معروف أن حروف الجر ينوب بعضها مكان بعض ينوب بعضها مكان بعض حروف الجر معروف الكلام ده ففي هنا بمعنى على بدلالة معاني الآيات وفهم الصحابة والسلو الصالح جميعا لهذه الآيات أشكد الإمام وحنيفة قال من قال من أنكر أن الله في السماء فقد كفر بالله وقال الإمام مالك الله في السماء ومعنى بعلمه لا يخفى عليه شيء وكذا قرر الشافعي وابن حنبل وغيرهم وددين يا جماعة والآن الفطرة بل فطرة أيزوا بفطرة حتى الصوف إذا ما بيقى تجاني مرة وحدة أو سماني مرة وحدة لما انتجوا حم تطلع عليه في راسه بيرفع بصر للسماء يا الله الله بعين فوق ليه فوق ليه فوق لأن الفطر مفطورة على ذلك حتى ابن خزيمة في كتاب التوحيد نقل آثار عن البهايم البهايم إذا لم ينزل المطر ترفع أفوها إلى السماء وكأنها تستمتل وصحى الألباني في سننة بإفصحيه سننة بداود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سليمان عليه السلام خرج بجنوده للاستسقاء فمر على نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا سقيان فرجع سليمان في الجنود فنزل المطر كأفواه القرب فقال لقد سقيتم بدعاء غيركم نملة رافعة عندنا فوق والتاسف الدعاء بترفع عندنا كوين فوق والنبي عليه الصلاة والسلام قال الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بعدين الله في كل مكان دمى مكان ذاته دمى مكان بعدين الله في كل مكان أنت متأكد في كل مكان مش كلام أخونا دك الكلام بتاع الصوفية لو أنا قاله متأكد في كل كل دي من أقوى ألفاظ العموم متأكد إنه الله في كل كل مكان الله في كل مكان المسجد مكان الحمام مكان الشجر مكان الفصل مكان الله هناك وهناك وهناك صوفي يقدر يقول كده يكفر بالله ابقى لابد يسحب الله في كل مكان الله قال أأمنتم من في السماء الله قال كده انت خائف ليه والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده قال الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وسأل الجارية قال لها أين الله قالت في السماء من أنا قالت أنت رسول الله قال إنها مؤمنة أعتقها يا رجل كلام واضح صفية بتلوله وساكت وبيلفه وبدوره وساكت قل لك لأنه لو قلنا بالسماء السماء جسم وظرف بتاع مكان وهي مخلوق وما ممكن للمخلوق يكون قاعد جوى الخالق جوى السماء مونو قال لك الله جوى السماء في السماء يعني على السماء مجوى السماء كما بينا الآن نعم فضل كويس السلام عليكم شكرا لك هذي برزة أنا معرفة للسلفين ده انتم قوهن تجا من سارة سنة ولا أي قاني كان سوفية وخيرو نعم انتم جديدينة تقادب ناس طلبة مستنيرين منهم حمين أطباء أساتذة يعني من الأصابة للجامعة ما سمينة إنو من المعلم ينبيز نكون هناك كلاب والد حمير واندكم مشكلة تانية في تكبير يعني نزل لكي نستفيد لكي نتبقها في هذا الواقع المشاكل التي تحدث في البلد من المعانا والوسما باقرين تتكلم عنه إننا كداية كبيرة من الخارب للشرك أي اتجاه ما شفت سوفي ولا سلفي يتكلم عنه كلمات ذرة بعد ذا اندي سؤال بالنسبة للأديان قبلنا باقرين معروفة هل الجنة بدا من الإسلام وليس كنا لا يا نهاية Kalau لم تهتم نا الصحرار باقرين معروفة نagainي في الناets إنه لا يس stunt صحيحات معهو بيسل آخر سؤال بتاعون ابن بيو قال الاديانة القبل الاسلام في الجنة ولا في النار قال النبي عليه الصلاة والسلام شو بصوا الآيات والاحاديث دي بتحيل اي شغل ما دير التعب كتير وتنظير وواحد بجاي لا ملوسوا اتمية ورقة لو فاهم بقرة شنو ولا القاعدين فاهمين ناز عطالة ساكت آيات والاحاديث ما في لهم النبي عليه الصلاة والسلام جاوب على سؤال هذا قال افترقت اليهود الى احدى وسبعين فرقة في الاهواء واحدة في الجنة وسبعون في النار هذا الجواب وافترقت النصارى الى تنتين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة واحدى وسبعون في النار وستفترق امتي الى ثلاث وسبعين فرقة في الاهواء فواحدة في الجنة حتى الهم دي زات واثنتان وسبعون في النار قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه يبقى الآمن منهم بالله ربا وآمن بالرسول للأمم القابلين إيمان تمام وآمن بالكتاب الأنزل ومات على ذلك ولم يشرك بالله ده في الجنة وده به سموه مسلم لأنه ربنا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ده مسلم سموه مسلم والكفر زي النصارى الموجودين الليلة أو اليهود الموجودين الليلة ده الكفار بأله وبعيسى وبأي حاج بل إنجيل ذاته أنا أول حاجة قالوا الله عنده ولد وهو عيسى ده الكفار قالوا الله إله وعيسى إله وذكروا ثلاثة آلهة ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله سألوا ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ده الكفار عرفت ده ما مسلمين ما مؤمنين أما الآمن بالله ربا وعيسى رسول وآمن بالإنجيل الحقيقي أن نزل على عيسى بن مريم وآمن ببشارة عيسى وبشرا برسول من بعد اسمه أحمد ده المسلمين ده في الجنة حتى لو ما حضروا الرسول عليه الصلاة والسلام ولو حضروا الرسول عليه الصلاة والسلام وما آمنوا بيهو لكن قالوا الله واحد وعيسى ما الله وعلى الله ما عنده ولد لكن قالوا محمد دك الزاب ده الكفار قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفس محمد بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة أمة الدعوة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهي في نار جهنم في صحيح مسلم الحديث أما التكبير أنا ما أريد أن أزعي لك لك التكبير والجماعة بيجيبوا حماد بيت ما قعد تعترض ليه عني ده ده سؤال الجماعة بيجيبوا الرشخور ما قعد تعترض ليه أنا بستغرب ذولي أعترض من التكبير قال ده بيعمل لنا إسعاج تكبير الله أكبر ده بي من الإسعاج الله أكبر بي من الإسعاج النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة في صحيح البخاري ده كتاب بتاع دين اسمه صحيح البخاري قال أما ترضون أن تكونوا ربعة للجنة قال فاكبرنا وللوقت ده ما في ناس كان بيقروا بتقرأ شنو أنت قديزة تورينا أنت طالب هنا قال فاكبرنا نحن ما دارنا أتشير بيك ساكت لكن والله تلعب في التكبير إذا شفت أنا أضحك فيك شفت لو واحد شفت أمه ما تتحق فيك هو أكتلعب بعد ذاك قال لهم أما ترضون أن تكونوا نحن قلنا ده روكن افتتاحي كده نكون معك زريفين تجد اعترض على التكبير لسه ما عشقنا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة الروكن ده كل افتتاحي خلاص أما ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة لحد ما وصل النصف قال فاكبرنا ده تكبير بعد ذاك من السنة قالوا ما طلعنا واديا مرتفعا إلا كبرنا مرتفعا عفوا وما نزلنا واديا أو انخفاط إلا سبحنا ده من الدين يا شيخ الله أكبر ده من الدين والصلاة يفتتحوها بالتكبير ويختموها بالتسليم والأزان ده يفتتحوه بالتكبير ويختموه بالتكبير وحد داك لا إله إلا الله أنا ما أعرف التكبير ده بيحرقك ليه إذا في ناس حيزي فينا بيكبروا تكبير بتاع نفاق انت ديك هم المنافغين لكن التكبير ده حق تربنا يا شيخ مات الدكبير إن شاء الله ماتك رهزاته ده مليك من القراية وعدين انت قرايتك دي نفعتنا بيشنو سؤال ماذا قدمت للسودان عندك بمبر صنعته أزول ده عنده بمبر هنا بمبر بمبر صنعه نسجه النفع باوة الداخلية سندويت شبتع دكوة قدمته للنازل إخي ماته وقال لأنه نحنا بنقرأ قال والله أنا خاف قدمه من بر افتتاح أنا ما أدار أخش معاك شديد قريبتك الأمين خلينا قد ظريفين لحد الآن ظريفين لكن المرة جاءت هي تقول تاني كلامك زي ده ولا نجمك نجام لما تكيف لما ما تعرف تقرأ زاته ده إذا انت أصلا قاعد تقرأ زاته وإذا انت أصلا بتقرأ هنا أصلا زاته وإذا انت أصلا طالب تعترض على التكبير ده بتعربنا الله أكبر ده بتعربنا انت زعلان ليه؟ كبروا كده الدوحية شانت نوم بمزاج السلام عليكم وصية القحطاني بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني